موسيقى رهانات وتحديات كثيرة تواجه الدول المجتمعة تحت راية التعاون الإسلامي في افتتاح الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وككل موعد تكون القضية الجوهرية فلسطين في قلب الحدث وتتصدر المشهد علينا أن نجدد العهد بالدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال حقوقه الثابتة بما في ذلك قيام دولته المستقلة في حدود 1967 وعاصمة القدس الشريف وإسهاما لبلوغ هذا الهدف النبيل يسعى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في لم الشمل الفلسطيني إذا اجتمعت كل الفصائل هنا في الجزائر للوصول إلى توافق فلسطيني وطني يضمن وحدة الصف في مواجهة التحديات الخطيرة لقضيتهم إن هذا الاجتماع سينعكف على مناقشة جدوى الأعمال مهم لأنه يرتب لكل اجتماعات أجهزة الاتحاد في المستقبل القريب إن شاء الله كما أن إعلان الجزائر الذي سيصدر عن هذا الاجتماع سيصدر عن هذا الاجتماع سيتضمن أهم مواقف الاتحاد من القضايا الدولية الراهنة وخاصة القضايا الأمة الإسلامية وفي الاجتماع السابع والأربعين يفتح من جديد ملف السلم في بقية الدول الإسلامية التي تواجه صراعات وأزمات أمنية كما تظل الأوضاع في كل من اليمن وليبيا والصحراء الغربية والساحل وشاق إفريقيا محل اهتمامنا وانشغالاتنا بما لها من تهديد الاستقرار والأمل اجتماع الدول الإسلامية اليوم دليل آخر على الجهود التي كانت وستظل الجزائر تبذلها في سبيل رص الصف وخدمة القضايا العربية والإسلامية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة